أحكيتي عن الفقر وحياة طفولتك بعيلة فقيرة بس مبسوطين وعايشين علاقاتكم طبعاً أول مبلغ كبير حصلت عليه شو عملت فيه ما كنت أحصل عليه من باية أكيد لأنه باية كان أستاذ لغة عربية وتعرف معاش موظف الدولة يعني محدود أنا شتغلت بعمر صغير وهذا الشيء اللي بشكر ربنا أنه عطاني باية كتير من فتح وخلاني أنا فوت يعني أنا فت بعمر 16 سنة مع واسيم طببارة أنا من هوني بلاشت تطلع مصاري روح جيب تياب هو بالحقيقة أكتر شيء تياب بس حسات من أنا تعرف لما انت حس أنه أنت من أنت وصغير بتصير عندك مسئولية سرت أنا حط مصاري بالبيت يعني بدك شغلي أنا ولا مرة ألتا يعني أنا كتلبس أوقات صلوبات وجيب ذهين أنا أطرش البيت جيب سرهم أطرش البيت وإما تجيب لي منقوشة وتجيب لي بونجوس بهي ديك الأيام حسات حالي أنه أنا مدام قادرة أكون مسؤولة أنا بدي ساعد بيه به الشيء نعم وبالعشرين سنة أول مبلغ اشتريتي في بيت كان ما دفعت حقه فرد مرة بس أول بيت شتريته بعده موجود نعم عادي أسطي البيت لا على فترة يعني لحديت ما يعني كان كل ما بيجيني مبلغة معين من المصاري اتفع لحديت ما خلصته وهيدا البيت بالذات أنا ما ببيعه لأنه قبل ما أشتريه رحت أخدت أمي قلت لها تعيش وفيه هيك فتح قلبها قلت لها فتح قلبي هيك نشرح قلبها أخدته ما ببيعه لأنه حبته أمي نعم بعدين الله فتح علي طبعا نعم كتر خير الله بعد عشرين سنة وين تتخيل حالك وكيف تتخيل حالك يعني شو الله كتب لي ما بعرف ما بقدر ما بقدر أحكيك عن المستقبل بس أنه بتمنى أكون أنا مرتاحة مش عايزة حدا موفرة كل الإمكانيات للناس الحوالي ما يعوزوا شي ما عوز حدا هيدا اللي بهمنا نعم ما بعرف شو مخطط لحالك ما بعرف الله شو رح يعطيك بس أنا اللي بعرف أنه رح أحزك بالألفين وأربعين اللي نعمل احتفال الأربعين فينا إن شاء الله يا رب قال لي يعطينا عمر لأنه بهالبلد أصفولنا عمر لأنه نحنا بين يوم ويوم ما بنعرف قدام نعيش نعم أليسا بالعودة ل يعني للفن والاعتزال والمستقبل من فترة عملت تويت أني قررت تعتزلي أو بديك تعتزلي وقامت لأيامي بتفكري تعتزلي أنا وقتا عملت التويت كنت مفكرة فيها بس طبعا كنت عم بزروف عم بقطع بزروف نفسية كتير صعبة ما بقدر أحكي عنا كتير وقلت أنا خلاص ما بقى بدي غني وفعلا كان قراري وكنت أخدته وكل يوم عم أجل أنه أعلنوا أعلنوا من خلال السوشيال ميديا لحد يلت ما قلته ورجعت تاني يوم لما نشفت الريأكشن الكبيرة كتر خير العالم وحتى الفنانين والصحافة على المحبة طبعهم قلت أنا برجع بشارة تكون أنا بنتج لحالي مع أنه أنا ما كان عندشي ديراكت مع شركة روتانا ويعني ما خص الشركة بقرارة إذا بدك وهلأ التحدي تنجي أنت لحالك وتملكي أنت فنك وصوتك وأعمالك طبعا وبتحسي أنه بتكون حققت كل شي عبالك يعني الطموح والحلم ما قالوا حدود زفان الستاب الجاية هي أن أنا يكون عندي إنتاجة لألي لألبوماتي يكون عندي ملكية الأغاني طبعا لبعدين ما نشوف لبعدين بس الستاب الجاية هي هيدا اليوم بس تسمعي أغانيكي بتحسيهم مش إليك مش إنتك بتملكيهم بقدر غنيهم بس أنا ما بملكهم أكيد وبيزعلك هالشي أزلونج أزما أنا بقدر غنيهم على المسرح ما بيزعلني بس أنا لما صاروا الأغاني طبعولي محصورين على ديزر ونقاموا على أنغامي وكنت خايفين قاموا عن اليوتيوب أنا وقتها تطار عقلي ما كنت مستوعبة أنه أنت مثل كأنك مجمعة سروة كبيرة وعم تروح منك هيك مثل ما صار معنا هلا مثل ما صار معنا طبعا طبعا إتي عستيها مرتين يعني مرة على اليوتيوب ومرة بالبانك يعني منيح الأرقام بالربورتاج هولي منون بالبانك كانوا راحوا ما بدي أنزع على الجو بس وما بدي طويل لا لا ما راح ينزع على الجو ما بدي طويل بموضوع السرطان بس عبالة أسألك يعني السؤال السرطان على طريقتي بس يعني تنتصري على المرض بيرجع كل شي لطبيعته أو بيضل في جرح مفتوح بذاكرتك و بجسمك ما في جرح بحس أنه إنسانيا قوتنا حسستني قدال إنسان ضعيف بمحلات معين خلتني أرشع أكتر كون قريبة لرب وأنا إيمانة يعني لازم من وقت لتاني لأنه بتعرف عوامل الحياة مش بتبعدك بتلهيك بقول أوقات حلو الواحد يأكل خضة يرشع لربه لأنه إذا ما عندك رب تلتجي إله بتتعب كتير وما فيك تكمل زبان أنا بعتبر حالي ناجية قدرت أنجح بمعاركتي على السرطان مثل ما في كتير نسوان أو نساء ما قدروا بس كتر خير قال له بس ما عندي أبدا أنا بس أحكي عنا منا شي بتزعلني طب بس قلصة الضجة يعني طبعا الإعلان الفيديو كليب الحملات التوعوية اللي فت فيها من بعدين بس خلص كل شي راق كل شي ورجعت أنت إليسة لوحدك بالبيت اللي انتصرت عمرض السرطان بس لحالك لا مش المشكلة أنه أنا إحساس الوحدة زبان مش مش أنه تكون لحالك وتحسه أنت فيك تحس بحب الناس اللي حواليك مش مش الفانس تحديدا بالمشرفة عنه مش الفانس بالناس القريبين منك أصحاب اللي بيجوك اليوم كانوا يناموا عندي بأنجلا بأهلي بخيي الأهلي يعني هون بوقت ما كانوا يعرفوا بس أنا قد ما كبرت زبان بوقت اللي كان عندي الكانسير أنا قشطت بعدين لدرجة أنه طلبت بسيكياتر وصرت روح عن بسيكولوج لقدرت رجعت خطة الواقعة اللي أنا نزلت كانت صعبة علي بعدين لأنه بوقت كان ما بدي حدا يعرف بدي كفى ألبومي وكان عندي The Voice وكان 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 قتعتهم بس لما خلصت كل هور خلص ما بق فيه اتحمل أشطتهم فرد أشطة بس هلأ أنا منيحة ودايما همك تعرف نعم ومبينة منيحة مبينة كتير مبسوطة الليلة الحمد لله أول شي أنا ببيتي أنا المتفي كتير بحبها وحب أطلع وطل من خلاله أنا مع صديقي من 20 سنة لهلأ في كتير سألوا ليزا فان زبان أنا أول ما طلعت طلعنا ببرنامجه وكان عم بيقول أنه في نجمة ولدت انتوا ليزعلنين اللي مش عجب وما يحط الراديو أو يقلب. حسيت أنه الوحيد بوقتها يلي أنت طلعتني ودفعت عني بوقت كلهم عم بيهجموني. وطبعا أنا هلأ أصرت بعرف أنه لأنه كان فيه إمباكت كبير من اللي قدمته هلأد كان فيه هجوم. وبحبك. مشان هيك زفان. وأنا كمان وحنغني كمان وكمان. حنغني كمان وكمان.